السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفول اللي عليكم. النهر ده ان شاء الله هنعمل طاجن مكارونا جنبري. وعليها الجبنة مزاريلا. في حل على النور. حصلوا المكارونا. تقريبا نص ورقة. على قد الطاجن اللي عندي. طاجن هيكفي نفرين تلاتة كمان. حلو يعني. هحط عليه شوية ملح بس. وحاسبها لما تغلي كويس. عاديها نص سلقة. مش عايزها مهرية. وفي حالة تانية على النار. هحط ربع كوباية من الزيت الدرة. لو حابين تحطوا زبدة ممكن. وحنزل بفاصين توم مدقوين. هيتشوحوا بس في الزيت. مش عايزينهم ياخدوا لون ولا يحمروا. وبعد كده هنزل بالمشروم. انا المشروم ده كنت جايبها فريش ومشوحها وحطها في الفريزر. لان هو ملوش روح في التلاجة بيبوز بسرعة. فانا بشوحوا في معلقة زيت دورة وبحطوا في الفريزر وقت ما تكون عايزة بطلعوا. ياخد تقليبة بس كده مع التوم. وبعد كده هنزل بالجنبري. انا جايبها ربع جنبري. على قد الطوجن برضو. وهيكفي يعني هيبقى حلو. هنزل بيو يتشوح برضو ياخد لون. وحبيت فلفل اصمر. ممكن ملح بسيط. هقلبه بس ياخد لون. وانا سبتك عمل واحدتين اجمل بيهم فوق الوش. الواحدتين اللي سبتهم هجملهم دول هقليهم بالفيجيطار. احطهم بس فوق وش الطوجن. وبعد كده هنزل بنص لتر من اللبن. لو حامل ورقة كاملة بنزل بلتر. نص كيس مكارونا بحط نص لتر. وهحط نص باكو من مرقة من الكنور بشامل. خلطة البشامل للكنور بتجي تعم حلو قوي. بتبقى شبه الجهزة بالزبط. هيغلو مع بعض اياه واللبن. طبعا بحط اللبن ساقع معاه على طول الكنور. فاول ما بيغلو بنزل بالمكارونا اللي انا سلقتها. ونشلتها من المية وعطيتها شطفة بسيطة. احطها في في اللبن. والخلطة. واقلبها تقليبة. بجهز الطوجن. احط الخلطة بتاعتي كلها فيه. طبعا الكلام ده كله مش هياخد وقته خلص في الفرن. يعني خمس دقيقة في الفرن. وخمس دقيقة تحت الشوية. لانه خلاص كله مستوي. مش عايزة بقى يعني يمسك في بعض ويلبك وكده ويغلي كتير. عشان تطلع حلوة وجوسي من جوة كده كلها سويل. والمكارونا والجبنة من فوق ما تنشافش كمان مني. حملها بقى جبنة متزرعلة من فوق. ولو حابة تحطي خليط ممكن. خليط جبن. هدخلها بقى الفرن. ده شكلها لما طلعت. انا قليت الواحدتين دول بالفيجيتار بحابة زيت. اجمل الوش بحابة بابريكا. شكلها حلوة اوي ما شاء الله. وده شكلها النهائي. تعالوا ناخدو حتة كده وارهالكم. شايفين الجبنة? يلا جربوا. وبالفة هنوشفها. شكرا لكم. شكرا لكم.